وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد حياكم الله إخواني المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة تكلمنا في الحلقة الماضية عن الأمور التي يتاب منها وحديثنا اليوم يحدو القلوب إلى التوبة إنه حديث عن أخبار التائبين فكم في تلك الأخبار من عبرة يعتبر بها مسوف للتوبة وتحدو قلب مذنب ينشد الأوبة فإلى شيء من تلك القصص نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها هذه قصة تائب لكن من الكفر رجل نصراني من أحد دول شرق آسيا كان في بلده مهتما بخدمة دينه وعقيدته ما بين دعوة من لم يكن على دينه والتثبيت لبني قومه على ذلك الدين بنى عددا من الكنائس ووزع عددا من الأناجيل حدثه أحد أقاربه بعد عودته من بلد التوحيد المملكة أنه رأى عددا من إخوان دينه تركوا التنصر وانتقلوا إلى الإسلام وأن ذلك ملفت بالنسبة له إذ كيف لمن هو على تلك العقيدة أن يتنازل عنها فقرر هذا الرجل السفر للمملكة تحت حجة العمل وإلا فقصده التنصير والتثبيت لأتباع دينه وفعلا سافر الرجل فلما وصل إلى المملكة وجد المسلمين تنتشر مساجدهم وتظهر عقائدهم وشرائعهم وفعلا وجد عددا من بني بلده ينتقلون راغبين من النصرانية إلى الإسلام عن محض اقتناعه حاول أن يثني بعضهم فلم يجد استجابة منهم وذات مرة كان مع صاحب له قد أسلم جلس إليه يحاول أن يرجعه للنصرانية ويثنيه عن الإسلام ولكنه تمسك برأيه وطلب منه أن يقابل من دعاه إلى الإسلام تحمس هذا الرجل لعله أن يظفر بتنصير هذا الداعية فجلس إليه وبدأ الحوار والنقاش معه فانبهر من معرفته بدينه وقدرته على طرح إشكالياته دينهم عليهم وقف أمامه عاجزا طلب مهل للتفكير رجع إلى مسكنه يفكر ليلته تلك بكل كلمة سمعها عجز عن النوم وكان يقرأ في كتيبات أهداها له ذلك الداعية الذي ناقشه فانشرح صدره للإسلام ورأى الهدى الذي كان محروما منه طيلة سنيه الفائتة ما إن جاء الصباح إلا وهو يتحفز للقيى ذلك الداعية تمر الساعات سريعا لينطلق إليه معلنا إسلامه بدموع الفرح التي تختلط مع عباراته وينطق كلمة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بعد إسلامه شعر بالندم على ما كان يصنع أيام كفره ورغب في العودة إلى بلده الآن لينقذ أهله وأقاربه من الكفر إلى الإسلام وليبذل جهده المضاعف مقابل ما قد بذل في النصرانية والتنصير ومن تلك الأخبار قصة رجل خاض العلوم المبتدعة وعلم الكلام الذي حذره منه علماء وبيّنوا أنه مزلة القدم ولكنه وثق بعقله وتقحم غماره فشط به ذلك وأبعده عن سبيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين كان ذكيا من أذكياء المسلمين وفقيها من فقهائهم بل عالما من العلماء بدأت قصته في تتبع الأراء والتساهل في علوم الفلاسفة وأهل الانحراف يقرأ فيها ويناقض بها مسلمات الدين ومحكمات الكتاب والسنة لتشتعل جذوة الضلال في اعتقاده وتبني في نفسه علم الكلام الذي ملؤه التشكيك في القطعيات والحديث في الذات الإلهية بما يقتذي القدح فيها بل وتكذيب صحيح السنة في الكثير من المغيبات بدأ الحال معه أن وجد نشوة إعمال العقل واحترام الرأي ثم اكتشف حقائق جهل بها علماء المسلمين ورماهم بالجهل وضعف العقل ثم انتهى أمره إلى الشك والحيرة ليقول كلمات ملؤها الحسرات لقد خذت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخذت الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لي وها أنا أموت اليوم على عقيدة أمي ورؤيا رحمه الله وعفى الله عنه ميتاً وصحيح البخاري على صدره إنه الجويني رحمه الله رحمة واسعة ونستحضر قصة حفلت بها كتب السنة تفتت الأكبات لتوبة امرأة صادقة ضعفت نفسها فوقعت في الزيناء والعياذ بالله فبعد الشهوة وذهاب السكرة بدأ الإيمان يتحرك في قلبها واشتعلت نفسها تلومها فقامت وكلها ألم وحسرة وهانت الدنيا في عينيها أمام خوفها من الله تعالى بل هانت عليها حياتها فجاءت تقدم نفسها للحد ولو أدى ذلك لقتلها وموتها فقامت تجر خطاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتمثل أمامه قائلة يا رسول الله زنيت فطهرني فماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الشفيق بعد الفاصل بإذن الله تعالى نواصل الحديث في خبرها رضي الله عنها حياكم الله إخواني المشاهدين مرة ثانية بعد أن مثلت المرأة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفة تنتظر الحكم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ويحكي ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه وإذا بها تلح باعترافها فقالت يا رسول الله زنيت فطهرني إني قد فجرت فردها النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت ولهب الذنب يكويها ويعتصر قلبها لتأتي من الغد حيث لم تبرد حرارة ذنبها لتقول يا رسول الله لم تردني لعلك تردني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبل من الزنا فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي ما في بطنك وتمضي أيام حملها أيام ثقيلة ملؤها الهم والألم لتضع ما في بطنها ثم تأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول ها أنا قد ولدت يا رسول الله وولدها في خرقة قد لفته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطميه فذهبت حتى فطمته حولين ولا زالت جمرة الذنب حارة لم تبرد لم تبرد مع السنين فجاءت به ومعه كسرة خبز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها فشدت عليها ثيابها فرجمت فطاش دمها على خالد بن الوليد رضي الله عنه فسبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لو وسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها وفي سيرة النبوية تلك القصة العظيمة تبدأ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم بالتجهز الخروج للغزو وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها أما هذه الغزوة فقد جلى للناس المكان إنه يقصد تبوك لأجل التأهب وأخذ الاستعداد فالوقت حر شديد والمكان بعيد جدا فإذا بالمجتمع المدني يستنفر للخروج فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وليس ثم تبد من الخروج وأما أهل الأعذار فقد عذرهم الله كان من بين القوم كعب بن مالك رضي الله عنه اشترى ناضحين وجهزهما للسير لكنه لم يكن من استعداده تسويفا كل يوم يقول غدا ويمني نفسه أنه شاب جلد متى أراد الخروج سهل عليه فلم يفجأه إلا والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم قد جد بهم مسير وانطلق الناس وبقي رضي الله عنه يسوف أنه يمكنه الخروج واللحاق بهم يوما بعد يوم حتى تفارط الغزو وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا فحضره بثه وحزنه وعلم أنه لن ينجو من هذا التقصير إلا بالاعتراف والاعتذار وطلب العفو والمغفرة من الله وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا فقصد المسجد كعادته أول ما يقدم من سفر فجاءه المنافقون يعتذرون ويحلفون ويكذبون أما هو فأجمع صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب وقال ما خلفك يا كعب ألم تكن ابتعت ناضحا قال بلى والله يا رسول الله والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر فلقد أعطيت جدلا ولكني والله لقد علمت لإن حدثتك بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخط عليه وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني أرج فيه عقب الله عز وجل ما كان لي من عذر والله ما كنت أقوى ولا أيسر من حين تخلفت عنك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه نفر من قومه يؤنبونه ويلومونه يقولون لقد عجزت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اعتذر غيرك لقد كان فيك ذنبك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك يقول فما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي لكنه رضي الله عنه سألهم هل لقي أحد هذا معي؟ قالوا نعم وذكروا له رجلين صالحين هلال بن أمية ومرار بن الربيع رجلان بدريان صالحان فيهم أسوة يقول فلما سمعت اسميهما علمت أن فيهما أسوة فمضى رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامهم حتى تنكرت لهم المدينة يغدو مع الناس فلا يحدثه أحد فلما اشتد عليه الأمر دخل حائط بن عمه أبي قتاد رضي الله عنه فقال أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فما أجابه بشيء فلما كرر عليه السؤال رد عليه قائلا الله ورسوله أعلم حينها فاضت عيناه مضت أربعون ليلة ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة زوجته وفي كل لحظة بلاء وامتحان وهو رضي الله عنه صابر فلما تم له خمسون ليلة بعد الفجر وهو في حائط له يسمع المنادي يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك فخر ساجدا لله وانطلق للنبي صلى الله عليه وسلم والناس في الطريق يهنئونه بتوبة الله عليه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم مر عليك مذولدتك أمك وأنزل الله تعالى فيه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلى هنا أيها الأحبة ينتهي حديثنا عن التائبين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما شكرا